سامو عليكو ده ملخص الحلقة الثالثة من أنيمي شو فلو ما شفتش الحلقتين اللي فاتت أنا ملخصهم في فيديو هتلاقوه في أول تعليق أو من الآية اللي هتظهر دلوقتي أو من الوصف ولازم تشوفوها مهمة جدا يا سنافري علشان تفهموا سير الأحداث ويلا نخش بالفيديو ده شو عي الجربان والنسوان عليه الجريان مش عارف ليه الصراحة ما فيهوش حاجة تكذب حتى ده أنا أوسم منه يعني ودي كسارة حتى مالبنج كده في الفراولة بتجري برضه ورا شو ما عرفش إيه ليه الصراحة وما بتحبش حتى الهو ينسم عليه مش عارف ليه الصراحة يعني ولو شافت أي بنت بتقرب عليه هتحشيها بساطة كده هتحشيها ودي بقى آيانو بنتي برضه من شلة المزز بتاعت شو برضه حاجة جمدة آخر بخوخ الصراحة مش هتكلم عنها كتير عشان قلبي بيوجعني من الكلام عنها وبينكمل مع الأحداث وبينشوف بنت صغيرة بتجري في مكان شبهها الكهف كله كريستال كده وبتلاقي أبوها ومها ميتين يا حبة عيني بس بيجي سام وبيضربها ضربة قلب ابن الخنزير اللي عمل في الكاتكوتا دي كده وبتحصل دائرة سحرية بتبخرها من المكان وبينلاقي ان كل ده حلم حلم المعلم شو علشان يبنى انه ماضيه صعب فشخه ووباي وكده وبيقول لسه مفتكر اليوم الأسود اللي مهت فيها أبوه ومه واخته الصغيرة كانة اللي أكيد طالما طلعوا اسمها يطلعوا أي زيطاء علشان يحشروها في أم الأنيمي الجربان ده حاسس في الآخر ان الدائرة السحرية اللي بخرت أخت شو دي هتطلع في لاش إمام وري حافظة جسم أخته وهيبتزو فيها بالآخر أولا هتنضم العشرة للمزهز بتاعته وطبعا دي تحريات أبو كلبي يعني لحد ما أثبت صحتها وبعد ما بيخلص شو تأمل في السقف كده بيشيل صورة عائلته الوحيدة والغالية اللي عليه بس إيه علشان الكاتب بضانه وكده عايز يفشخنا من الضحك وخلى كسرة تحط صورتها في وسط العائلة فيها يا كسرة انت عاملة كده ليه ولما بيجي حاول يمسحها بلايا سكينار مش بتتشال وبننتقل بعدها لواحد لابسه دوم مختبره بيهرب من الشرطة ومعها عشان انت حاضنها بقوة عشان أكيد فيها حاجة بخوخ فشخ ولازم هتروح ليادي البضانات الشريرة طبعا بس لونه حاجات ولقطات ومطاردة وحماس علشان تحس انه ده انمي جامد فشخه وباي وكده لكن بيتم إصابة الراجل اللي لابس أبيض في رأسه وبيع منه تابلت على الأرض وشوف سبحانه سبحانه يصطع بيتحول التابلت على واحد وبيقول له هاي يصطع هاي يصطع انا مش قلت لك انه دي مهمة وباي على البشر العاديين وانت اللي فراسك نفسته زي الحمار اهو احسن لك بس برضو يعني لو مش ممانع العرض بتاعي لسه موجود وبمرة واحدة بيقلب الراجل الغمض ابو مازن سوري وبيسأله انهي واك بقى قصدي انهي خطة عايزة تشترك فيها فبيصرخ الراجل الغلبان من الألم وبيقول الخطة لأخوة فبيتحول موبايل لدوق أبيض ساطع ومش منعرف ايه اللي حصل اصلا عشان كتب بضانه وعا جوه تشويخه واتاكن تايتان وكده وبنروح لشول اللي بيكون مع كسرة في البيت وبتقول له كسرة يصطع يصطع من الواضح انه الكاتب محبش يبين انك بطل كحيان جربان والكهرباء عطول عنده فصلان ايه ده 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 ولا ولا شعر ده فقام اطعها للبلد كلها وبتكون كسرة بتقول الكلام ده لانه المدينة بتاعتهم من ساعة ما تعملت عمرها ما خلت البلد تفصل الكهرباء وعلشان كده مفيش اي وسيلة نقله او مترو ينقلها للمدرسة بتاعتها فبييجي لشوري سادة بريد وبيكون مبسوط جدا بيها وبيقول لحتية بتاعته انت اصلا مش هتحتاجي تروح المدرسة النهاردة يا بيبي وبننتقل بعدها لماسكي اللي بيكون مجتمع مع العمدي وطأم الموزز بناتو عشان يقول لهم ماسكي انهم لقوا بيانات الباحث في قطاع الكهرباء الشمالي وبيكون تحول لوحش بخوخ متعلع على المحطة وبيقولوا انه على حسب المعلومات بتاعتهم انه الراجل ده اصلا مات من ثلاث سنين واخد اسمه ووظيفة جديدة بشكل غير قانوني وبيكون شاكك انه احد جواسيس البلاد التانية اللي عايزة تعرف ازاي بيتم تكرير الاورورونيوم فبيقول لهم ده شباب شباب انا جالي لك في راسي ما حقك ياسطى انت والله انا جالي لك في الكلام ده تتكلموا عربي احسن ما اخرب لها لكم دلوقتي فبيقول له بنته ان الاورورونيوم ده هو مصدر الطاقة النغل اللي بيشغل مدينة وهو اصلا سبب صنعهم للمدينة دي وسبب صنعهم للمادة دي علشان يتم دراستها وتطوير الطاقة النظيفة دي فبيقول لهم ده اهو ده اللي انتو كتبتهولي في المؤتمر بتاع مبارح ده ما شاء الله ما شاء الله فلوس اللي كنت بتفعل مستر حامد بتاع الإنجليزية طمرت فيك يا بدي فعلا فبيقول له بنته الصغيرة انه خلاص الخامس السنوات اللي فاتوا تم رسالة تلاتين جاسوس علشان يسرعوا معلومات عن تعدين الاورورونيوم فبيقول لهم ده احمس احمس وانا اخر واحد يعرف الكلام ده ايه قلم ده فبيقول له بنته الكبيرة ما تخافش يا حج انت خليك بس على المكتب بتاعك بمروق كده على نفسك بتاكل ايس كريم بالعيش بتاعك عبل ما احنا نحكم البلد وانت زي الطرطور كده وبيمشوا وبيفهم مساكي انه العمد يعيل الحمار زي ابنه كده وبيروح ما تدي له اتفاقية اخلاق مسؤولية وعاد الحمار بيواقع عليها من غير حتى ما يكلف نفسه ويقراها وبنروح بعدها لشو اللي بيكون شائط الاختة اينه في جنينة حلوة كده لزوم الحب وبتاع فبيتقول له اينه اخلص يا اخلص عايزة انا عربانة من الشغل بتاعي علشان اشوفك يا منيل اخلص اقول كلمتين الحب اللي انا نفسي اسمعهم من اول الانيمي فبيقول لها شو ده فيلمش مشي حج انا اصلا جايبك عشان مصلحة وبتاع وبيطلع لها شو صورة الوحش اللي شفناه عند مساكي وبيقول لها شو ان الوحش ده عمل نفس الدائرة السودة بتاعت الشيطان اللي قاتله في الحالة الاولى وده معناه انه نفس سبب تحول الشيطان ده مرتبط بدد الخز اللي انت شايفها دلوقتي يا سيد فبيتقول له عيدي السؤالتين اه عصدي اه انت ازاي انت حتى تعايل جربان كحيان زيك يوصل للمعلومات دي بعد حدوث الحادثة دي باقل من ساعتين فبيقول لها شو ايه ايه يا بيت انت نسيتي ان ابني نوفمي ولا ايه فبتقوله البيت ان كل المعلومات دي معناه انه نفعي البخوخ عايز استدرجك انت والبيت الصعرانة بتاعتك علشان استغل قوتكم الشيطانية يسطى فبيقول لها شو ترو دي حقيقة بس مش هيغير حقيقة اني لابس تشيرتي نوفمي الاخضر اللي بيخليني جامد فحته كده وهروح افشخ الرجل العوه ده بنفسي عادي جدا ويا ريت بس نفهم اني جبتك هنا علشان المصلحة وتقولي لامك المعلومة اكينو اني ظبط السليم في المهمة دي مش علشان انا بحبك ولا ايه يبدان من اللي في دماغك ده فبتقول له احمس احمس يعني انت استلفت مني 3000 دولار وما تكلمتش ومشيت من المظلمة بتاعت امي من غير ما تقولي او ترجعلي الفلوس وما تكلمتش وفي الاخر رحت اتصحبت على شيطانة بربع جنيه صبغة شعرها بنفسك وما تكلمتش وما رجعت ليش 3000 دولار بتوعي برضو يا خنزير فبيعتذر منها شو وبتظهر كسارة من النافورة اللي جنبهم مصدومة جدا عشان برضو شو بيعتذر لحد غيرها وبننتقل بعدها لمسك اللي بيكون عامل مزاد على مينها اللي يفشخ دودة الخز اللي موجودة على عود الكهرباء ده وبيكون شو اللي كسب علشان برضو هو قال لواحد في الفلوس وبايو بتاعه فبتيجي اكينو بتقول لي مسكي حاجة وبيقرر انه يعيد المزاد تاني علشان في تغير حصل في الطلبة وهو انهم عايزين نواة الشيطان ده حية وبيعرض مسكي صورة حرارية للشيطان وبيقول لهم انه الشيطان العو ده امتصطها تقدر تغزي المدينة بالكامل لأسبوع واحد ولو النواة دي اتفجرت هتعمل انفجار ضخم خوخه هيدمر المدينة بالكامل وعشان كده لازم يعرضه سعر جديد عشان المهمة دي فبيقول شو انه هيعرض نفس السعر اللي عمله في المزاد الاولي فبيقول له مسكي انه الفلوس اللي هياخدها اصلا مش هتكفي سعر الافص اللي هيحط فيه الشيطان صباح الفل يعني ولازم يروح يراجع نفسي وبننتهل بعدها اللي مايلز اللي بيكون مع شرطي صحبه وبيسأله اذا عارف شخصية شو ولا لا فبيقول له مايلز انه كان مربي شو عنده لمدة سنة كاملة بعد ما اهله ماتوا وبيطلع انه شو قبل كسارة من ثلاث سنين وجابها للمدينة بس بسبب حقد المنظمات لقوته وعيلته تم وضع مكافأة ضخمة على رأس شو قلقوه بس شو كان برضه عوة فشخة عليهم وقدر يدمرهم كلهم وده اللي اكبر لحكومة توافق تخلي شو مساعد علشان يدمروا الشياطين وقت الشياطين عشان ما يفعش يعادوه وانه لو للغراد ده كانت المدينة انهارت من زمان لانه القوة البشرية مش قادرة على قتل الشياطين وشو بس اللي يقدر على المهمة دي وعلى الرغم من مساعدة شو وحمايته للمدينة بيتم الرفضو وحاجة بأي انتصارات لي عن عيون الاعلام فجأة بيحصل انفجار في المكان وبيلاقي في طيارة درون رايحة علشان تهاجم الدودا وحفلة ساعتك وبالفعل بيصيبوها بمادة شديدة تجمد علشان يعرفوا ينقلوها ويستخرجوا النور منها لكن فجأة بتتحرك الدودا ونتحول لفراشة وباللقاء أكنوا بمركز القيادة مع بقей البيهايم اللي معها ويكونوا مترددين فشخة علشان اليارخة دي بقت من التصنيف الشيطاني اي ودي حاجة اخر بخوخ يعني في القمة وهم ما كانوش مجهزين اصلا لحاجة زي كده فبتقول لهم اكينو يروحوا يجيبوا قوات بس المساعد بتاعها بيقول لها انهم اصلا مديونين علشان فلوس الدرون والجنود اللي معهم دول فبتقول لهم ايانو اي يا ولادين اللي بخوخ احنا بنتبادل هنا مع الفراشة مستخصرين شوية مئات لالاف من الدولارت عشان تقتلوها طب ما تبعتوا المعلم شو حبيبي يفشخ لكم الواقع واخره كده ياخد صدر فرخة هو ماشي فبتقمر اكينو بنتها تتفشأ قصدي تصبر خمسة يا كده بينما تجهز العو شو للشو قصدي يعني هنا بالشو العرض بتاعو فبيروح شو يتصل بها وبيقول لها ايه يا جميل ايه يا جميل اخباركم وانتم مفشوخين من غيري فبتقول له سلام ياست عندي فراشة بتفشخني دلوقتي مش فضيلة لك فبيقول لها صبري بس انا عايزة شغل بس انت اللي مردتيش عليها فبتقول له انها مقدرش تعمل حاجة في الموضوع ده لانه كان في خارج ارادتها وبتطلب منه يتعاون معهم وخلاص هنصفي الحساب اللي معاك بعدين فبيقول لها شو احمس احمس ياوليا انت مش انتو اللي كنتو فشخين الواقع قبلي وفاردين صدركم على الشياطين وانا انخذتكم مع ذلك كنتو شوية تخنزير معايا وقتلتوا عيلتي وحاربتوني انا والموزة لاندر ايج بتاعتي عايزة مني دلوقتي اني اتعاون معاكم يا شيلة خنزير كده عادي يعني كده فبتقول له اكينو انا بنت اللي انت بتحبها وبس عامل فيها عبيط موجودة في ارض المعركة وممكن الفراشة العوة دي تقتلها وانت ما ينفعش تخرج من غير جزء الموزة بتاعتك صحيح يا معلم نوفي اه قصدية معلم شو فبيقول لها ترو وبيقتنع شو بيوجد نظر الخطابة اكينو وبيقفل السكة عليها وبتروح كسرة تحضل معلم شو علشان اللي جاي كله مجهود فبيقول لها شو بيقولك ايه يا بيبي لا خطحانة وقتل حيحانة لفل الوحش عايزين بقى نفس الشغل اللي عملنا من ثلاث سنين لما فشخنا الناس ولاد الكلب اللي احنا شغالين معهم دلوقتي فبتقول البيت من عيوني انت وكل شباب اليابان الحيحانين وبرضو السنافر معاكم قولي بس اي حاجة يا معلم وبيقولها شو انه ممكن تاخد ثلاث شهور تعاقد للقوة بتاعتها فبتقوله كسرة انه الزي اللي كانت البت تقينه لبساه ونفس اللبس اللي كانت لبساه لما راحت معاك الموعد الاول بتاعتكم انتو الاثنين وانت ضحيت بالذكرى دي علشان تقدر تكسب اعدائك قبل ثلاث سنين فبيقولها شو انه هيضحي باي حاجة علشان يقدر يحقق هدفه فبتسأله كسرة وايه هو دفق لمؤاخذة قطل الشياطين ولا انقاذ عائلتك المحجوزة في الظلمات ولا عشان تنقذ بنت ما بتلاحاش لو هي تكمل كلامها بيروح شو ظرفها بوسي مشبك علشان هو مش ناقص زن نسونيا فبتقول له اه منك اه منك يا شو انت حيوان فشخ بتصحبني انا البنت اللي ما بتحبهاش علشان اي انه اللي ضحت بثلاث سنين من حياتك معاك عشان تستغلي قوتي فبيقول لها شو انت بتفكريني بالماضي ليه ده الماضي كله جراح وبينزل شو دعك في البت اللي درجت انه بيخرج دقبه نفسكي منه اه ياضي يا شو وانا اللي كنت فكرك انك مجبور على الشاب من الاول ده انت طلعت انت اللي شاية واد يا خنزير وبنروح لقانو اللي بيكون الوحش اكلها لقوخو هي والكتيبة بتاعها وخلاص في صخرة تنزل عليها وتجيب اجالها ونخلص من الام الانيمي ده لكن اوبا بتظهر العو كسرة وبتقول لقانو يلا يا بيت يلا يا بيت عندي امك علشان هننرشي ميا وبتروح كسرة تفشخ الوحش بس بيكون دفاعه قوي جدا وبنرجع لشو اللي بيكون صحي من الدعكة اللي حصلت له من شوية وبيلاقي في كلام على ايده بيقول له انه يركز على كسرة فبيطلع شو السلاح بتاعه بس بيسأل نفسه هو بيعمل كده ليه بس بيقول لنفسه السابقة علشان يحقق هدفه وبتروح كسرة تضرب الوحش بصفة فبيصوب عليه شو وبتصيبه لكن واحدة مش كفاية بيجهز شو هو رصاصة تانية وبروح قاتل الوحش المرة دي وبيوق على الارض وبنرجع للمارز اللي بيقول انه كل شخص بيتحول لشيطانة وبيتعاون معهم لازم يضحي بحاجة وبيسأل يا ترى ايه هو الشيء اللي ضحى بي شو علشان يحصل على شيطانة من الفئة ايه اللي معاه من غير ما يموت ايه يا ترى قصة التضحية بتاعت شو دي وهل فعلا شو هدفه واضح ولا حاجة مخفية في نفسه الأصلية ده اللي حنعرفه بقى في الحلقة اللي جاية من شو مالك البوص والبخوخ ويا ريت لو عجبكم الفيديو اعمل لايك وشارك الفيديو مع صحابك واصل الفيديو ده 6000 لايك وما تنسوش تشتركوا في الخناة ازا ما اشتركتوش وشكرا سيليكين